افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الروماني نيكولاي تشويكا فعاليات منتدى الأعمال المصري الروماني بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حضر المنتدى عدد من الوزراء المصريين والوفد الرسمي الروماني إلى جانب ممثلي 61 شركة من الشركات المصرية والرومانية البارزة العاملة في مختلف القطاعات والمجالات وتشمل الغاز الطبيعي والمنسوجات والطاقة المتجددة والمقاولات والإنشاءات